وفي سياق التحولات أيضاً كشف نائب رئيس لجنة التخطيط ومتابعة البرنامج الحكومي النيابي النائب محمد البلداوي عن آليات التعديل الوزاري المرتقب عن طريق تقييم الأداء خلال مدة التي منحها السوداني قال البلداوي في تصريح صحفياً رئيس الوزراء منذ اليوم الأول لحكومته حدد مدة ستة أشهر لتقييم عمل الوزراء ووكلاء الوزارات والمحافظين حيث تم تشكيل لجان قطاعية لتقييم الأداء وبضوء أخضر من قوى تلاف إدارة الدولة وأوضح أن السوداني لن يخضع ولن ينصع إلى أي ضغط خارجي أو داخلي في عملية التغيير التي ستتم لمصلحة مضي الحكومة دون عراقيل مشيراً إلى أن الاستبدال سيتم عن طريق التشاور مع القوى السياسية وباختيار السوداني